والبداية مع إمداد تركيا لدولة الأوكرانية بمدرعات مقاومة للألغام هذا الأمر يدلل على دعم تركي كبير لدولة الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي خاصة وأن الطائرات التركية بيركدار تلك الطائرات المسيرة لعبت دورا بارزا في صد تقدم الروسي ناحية العاصمة الأوكرانية كييف ويبدو بأن هناك الأوضاع مشتعلة بعد تلك التصريحات المسيرة التي خرجت من فلاديمير بوتين وقادة الجيش الروسي حيث شددوا على أنهم لن يتعاملوا بأي رحمة مع المسؤولين عن عملية اغتيال نجلة المفكر الروسي القومي البارز المتطرف أليكزندر دوغين هذا الأمر جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أن لديها معلومات عن نية روسيا أن تقوم بقصف المنشآت المدنية والحكومية داخل أوكرانيا وهو ما دفعها لمطالبة رعاياها المتواجدين في الأراضي الأوكرانية على مغادرة البلاد على الفورة اشتركوا في القناة